عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيف مصر بداية من السبت المقبل ولمدة يومين هذا وأكد رئيس الوزراء أهمية عقاد هذا المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية فضلا عن توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الجلسات النقاشية التي سيتم منعقادها خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى تركز على قطاعات الصناعة والطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي وغيرها من القطاعات الأخرى كما تم استعراض موقف عدد من سفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وذلك في عدد من القطاعات على رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة